يسعد اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتنا فكرة وطبخة مع ام احمد وصفتنا اليوم تحلاية صيفية بسيطة باردة هي من المطبخ التركي حالة بسيط جدا بمقادير ومكونات متوفرة بمطبخك لكن بالشكل والتعام اكثر من مميز ورائع خلينا نشوف مع بعض خطوات تحضير هالوصفة في البداية رح نحكي عن المكونات ورح احكي لكم عن البدائل اللي تستخدموها لو ما توفرت بعض المكونات المقدار اللي انا عملته جدا بسيط لكن عمل عندي ما شاء الله مقدار كبير خلينا نبدأ باول خطوة وهي انه احنا عنا عجينة الكنافة الخشنة رح نقلبها على الغاز طبعا بمكعبين من الزبدة حتى يتغير لونها ويصبح بلون ذهبي طبعا انا عندي هون كوبين من عجينة الكنافة الخشنة اللي انتوا شايفينها اذا ما توفرت عندك الكنافة ممكن تستخدمي بدالها البسكوت العادي بس تعملي بسكوت مطحون يعني بدون محضرة تكسير لكن تكسير ناعم هلأ بنبدأ بعملية تقليب الشعرية لنحصل على هذا اللون شوفوا كيف لونها طلع معنا ذهبي هذا هو اللون اللي احنا بدنا نوصل له هلأ مباشرة منطفي عليها النار وما منتركها في الوعاء اللي هي فيه لانه بيحتفظ بحرارة عالية حتى ما يتغير لونها ويصير اكثر على الاشقر او يطلع ريحة انه احترق خلق مباشرة منفردها في صنية التقديم وزي ما انتو شايفين بنوزعها كتير منيح حتى تبرد تماما وتفقد كل الحرارة اللي فيها حتى نيجي نحضر الطبقة التانية تكون جاهزة نبدأ بتحضير الطبقة اللي هي الكريمة او القشطة البيتية عندي هون لتر من الحليب السائل الفريش طبعا اذا مش متوفر عندك حليب سائل لكل كوب من الحليب ملعقتين من البودر حليب البودر طيب هلأ بننضيف كوب ونص من لطحين المنخول متعدد الاستعمالات مع كوب الا ربوع من السكر بنضيف عليهم ذرف من الفانيلا وبنبدأ بعملية التقليب على البارد طبعا هون اعرفوا انه لطحين رح يعمل معنا ثقل للقوام حتى وهو على البارد لهيك احنا رح تضل ايدنا في الخليط ما رح نتركه ابدا نستمر بعملية التقليب ليذوب لطحين تماما ويختفي على البارد قبل ما نرفعه على النار مجرد ما رفعته على الغاز رح يتكتل لطحين لو ضل على شكل كرات هلأ على نار متوسطة لمنخفضة بنبدأ بعملية تقليب المزيج قبل ما يغلي رح اضيف له ثلاث ملاعق من ماء الورد او ماء الزهر اي نكه انت بتحبيها طبعا لاحظوا هون هاي الدرجة خلص نتفي الحرارة ونضيف الزبدة الزبدة طبعا بنضيفها بتدوب بحرارة الخليط وبنحاول هون نقلب لانه الخليط رح ازاي ما حكتلكم يصير كثير رسميك شوفوا كيف لاحظوا معي رح اسرع في عملية الخفق ورح احاول اوزع لطبقات رقيقة زي ما انتو شايفين لانه صعب انه نفردها لانه الطبقة اللي تحتها رح تصير تتحرك فيها اذا بسطح الملعقة بنحرك وما بنرجع للجهة الثانية يعني باتجاه واحد حاولوا انه نفرد واذا كان الخليط يعني تركتي مرن اكثر من هيك رح يكون معك اسهل انه ينفرد يعني انت اثناء الفرد وانت بتسكب فيه حاول انك توزعي على شكل طبقة رقيقة حتى ما يتكتل ويصير صعب انك توزعي هلأ بحاول افرده منيح وبتركه ليبرد تماما وبهاي الفترة رح ابدأ بتحضير الكريمة الكريمة هي عبارة عن ظرف كريمة مع نصف كوب من الماء المثلج او نصف كوب من الحليب بنخفقها على سرعة بطيئة ومن ثم لسرعة اعلى طبعا بدي قوام الكريمة يكون عندي سميك شوي هلأ هيك الكريمة صارت معاي جاهزة مباشرة بحطها بكيس الحلواني طبعا مقدار الكريمة هاد ممكن يكون كبير استخدمي منه بالقدر اللي بتحتاجي واللي بيضل برضه بيضله بالكيس ممكن تستخدمين في مرات اخرى هلأ هيك ما اخذت منه دقائق طبعا هون انا استخدمت الكريمة البودر اذا بدكم تستخدموا الكريمة السائلة استخدموا كوب واحد وطبعا اذا غير محلة ضيفوا لها سكر شوفوا كيس الحلواني هون انا حطيت فيه راس من روس الكريمة طبعا اي شكل انتو بدكم اياه بس هو حتى يساعدني اني امرر الكريمة فيه شوفوا كيف بعد ما بردت تقريبا بعد بساعة انا حطيتها بالتلاجة كمان شوي بعد ما بردت بقطعها لقطع بالحجم اللي انت بدكيها رح اقطعها لمربعات طبعا لانه فيه تحتها طبقة من الشعرية رح يكون بحذر احنا انقطعها وما تخافوا ما رح يؤثر على الشكل ابدا هلأ بالنسبة للكريمة شوفوا كيف رح نوزعها رح استخدم طبعا هون كمان شوكولاتة او ممكن استخدم شوكولاتة فليك او اي نوع شوكولاتة انت بتفضلي شوفوا هاي الخطوة ضرورية انا رح اضيف الكريمة بهذا الشكل على الجنب الخارجي طبعا لاحظوا هاي الحركة على كل القطع طبعا هلأ بتبدأ بعملية قلب القطع شوفوا كيف قلبناها حتى تضل الكريمة من الجهة الخارجية ظاهرة طبعا هاي انا ضفتلكم اياها بدون اي شوكولاتة او اي اضافة هلأ هون عندك شوكولاتة ضيفة ما عندك ممكن اضيف الجوز ممكن اضيفة اي نوع من المكسرات شوفوا كيف نسكرها على شكل مثلث حاولي انه الجزء الفاضي طبعا هو مسكت فيه وهي ساخنة لكن الجزء الفاضي ممكن اضيفة عليه من الشعرية اللي ضلت بالسنية تحتها وبنفس الطريقة بحاول اقلب كل القطع حتى تعطيني هذا الشكل المثلث طبعا طعمها ما اوصفي لكم شو شاهية ومميزة نفس الطريقة منطوي القطع حتى تطلع معنا بهذا الشكل يعني ممكن انتي هالحلاء تحضري بالليل وتغلفي وتحطي بالتلاجة ممكن لتاني يوم يكون جاهز طعمه ولا اروع من هيك يعني هي من الحلويات السريعة والغير مكلفة وللصغار كتير كتير بحكيكم بفضلوها شوفوا كيف طالع شكلها هلأ كمان في اضافة في النهاية رح افرجيكم اياها كيف ممكن انه نعطيها آآ زينة حتى تطلع ارتب كمان بالكريمة اللي ضلت عنا ممكن نعطيها هيك شكل بسيط انه نزينها قبل ما نقدمها وممكن نرش عليها شوكولاتة مثلا مبشورة او من نفس نوع الشوكولاتة اللي احنا ضفناها تعطيها شكل كتير حلو ومميز هيك طلع طباقنا جاهز تمنى يكون عجبكم هالحلاء واضيفو لقائمتكم بالحلويات الصيفية الباردة يسعد كل اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم شكرا لكم على حسن المتابعة بتمنى انسوا الله الفيديو تدعموه بالضغط على زر الاعجاب واسمع تعليقاتكم الحلوة على الفيديو لا اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل الجرس لا يصلكم كل جديد بنقدمه يسعد كل اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر